أشهد الله إله إلا الله وآهده لا مشريك له وأشهد الله محمداً عبده ورسوله أما أعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده وإياك نستعين إحدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعنت عليهم وإلي المقصوب عليهم والصوات اللي إنه لمن عظيم فضل الله ومنته أن الجلسة السنوية لجماعتنا بألمانيا قد عقدت على ما يرام في الأسبوع المنصر فأولاً يجب أن نشكر الله على أنه قد وفقنا بعد فترة لأقضي هذه الجلسة على نطاق واسع كما كانت تعقد عموماً في الأيام العادية يجب أن يشكر الله على ذلك مسؤول الجلسة والحضور كلهم ومن واجب المتطوعين أن يشكر الله خاصة لأنه تعالى قد وفقهم على خدمة ضيوف سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كما يجب على حاضر الجلسة أيضاً أن يشكر هؤلاء المتطوعين إذ سعوا لخدمتهم في أيام الجلسة في نظام الجلسة الواسع وفي هذا المكان الجديد من الممكن أن تحصل بعض التقصيرات والثغرات بل قد حصلت بالفعل ومن المحتمل أن يكون بعض الضيوف قد عانوا بسببها في بعض النواحي بل قد بلغني أنهم قد عانوا فعلاً ولكنهم لم يشتكوا عموماً لأنهم قد جاءوا من أجل هدف ديني عرفت بعد تحري الأمر أن بعض التجهيزات لم تكن على ما يرام بل قد أحسست ببعض الثغرات شخصياً أما المتطوعون أعني المعاونين والمساعدين العاديين فإنهم معموماً قد أدوا واجباتهم بجهد جهيد وإذا كانت بعض التقصيرات قد حصلت منهم أو في أقسامهم فإنما سببها خطأ مسؤوليهم الذين آتوهم تعليمات خطئة لذا فإذا كان الضيوف قد عانوا في بعض الأقسام فإن مسؤولية ذلك تقو على المسؤولين المشرفين على الجلسة على أمير الجماعة بألمانيا أن يسجل هذه الأمور خاصة لأن هذه كانت مسؤوليته أيضاً عليهم أن يستغفروا الله تعالى ويسجلوا هذه الأخطاء والتقصيرات في الكتاب الأحمر ويتداركوها في المستقبل كما يجب على الأمير أن يفحص الأمر جيداً ليرى ما إذا كان بوسعهم في المستقبل لإقامة الجلسة في هذا المكان على ما يرام أم لا أم أن عليهم أن يقيموها في مكان آخر أذكر الآن بعض المشاكل والثغرات التي حصلت في الجلسة عموماً لقد كتب لي بعض الإخوة أنه كانت هناك مشكلة في الصعود والنزول عبر السلالم الكهربائية وأن المصاعد الكهربائية لم تكن تعمل وقد عانى منها الضيوف لقد هيأوا لهم المبيت ولكن كانت هناك قلة في المراحيض أو لم يكن الماء كافية عندما كانت الجماعة تستجر المكان للجلسة في كالزروها كانوا ذهبوا بي هناك فتفقدت المكان ونبهتهم إلى بعض الأمور منها تهيئة المغاصل والمراحيض بالماء بما يكفي كما أني فحصت صوت مكبر الصوت بالوقوف في أماكن مختلفة في الصالات التي كانت أقل مساحة نسبياً ومع ذلك قد وجدت هناك بعض الثغرات التي وجهتهم إلى تداركها وقد تغلبوا عليها إلى حد ما ولكنهم لم ينتبهوا إلى هذه الأمور في هذا المكان الجديد كما ينبغي لم يخبروني بالتفاصيل عن هذا المكان وإنما كانوا يرسلون لي التقارير بأن المكان جيد جداً كما أن العاملين في قسم الحراسة ظلوا يعرقلون الأمور بلا داع أحياناً نتيجة تعليمات خاطئة من قبل مسؤولهم لقد قاموا بواجبهم على ما يرام عموماً ولكن حصلت مثل هذه المشاكل في بعض الأماكن بصفة فردية ولذلك قد جاءت الشكوى من قسم النساء أنهن وجدنا العراقيلة بسبب ذلك في توصيل الطعام إليهن على رجال الحراسة أيضاً أن يتذكروا أنه ليس واجبهم إعاقة الأمور بل مساعدة الضيوف بإرشادهم أيضاً يجب أن يكون في قسم الحراسة طاقم يعمل على توصيل الضيوف إلى أماكنهم بسهولة ويهيئ لهم التسهيلات كما تلقيت تقريراً بأنهن في صالة النساء قد عانينا فيما يتعلق بترجمة فعاليات الجلسة في اليوم الأول لم تخبرني السيدات عن ذلك بل قد أخبرني قسم الترجمة بـ MTA بأن الترجمة لم تصل إلى النساء على ما يرام وقد اشتكت لذلك بعض الضيفات من خارج ألمانيا أنهن لم يستطعن سماع خطبة الجمعة لعدم وجود الترجمة كما ظهرت المشكلة في وصول الصوت في خيمة الرجال خاصة مع أنني كنت أنبه المسؤولين إلى ذلك في أيام الجلسة مسؤولية هذا الخطأ يتعلق بالمسؤول عن مكان الجلسة والمسؤول عن قسم الصوت إن الناس يأتون إلى هنا للاستماع إلى فاعليات وخطب الجلسة وإذا لم يكن هناك نظام جيد لإسماعهم هذه الخطب فما الفائدة من الجلسة؟ يمكن الصبر على التقصيرات والثغرات الحاصلة في الأقصام الأخرى في الجلسة ولكن لا يمكن تحمل أي تقصير في قسم إيصال صوت فاعليات الجلسة لقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن هذه الجلسة ليس مهرجانا دنيوية يجتمع فيها الناس فحسب كما أني لا أريد حشد الناس فقط للتفاخر على الآخرين ولكن بسبب عدم وصول صوت الخليفة إلى بعض الأماكن في الصالة قد تحولت الجلسة إلى ما يشبه مهرجانا مادية لقد قام البعض بتصوير هذا المشهد وقد شاهدت هذا الفيديو بنفسي ولم أرى هنالك أي جو يسود جلسة آعاتة في تقديري لم يستطع ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف شخص من الاستماع للجلسة على ما يرام إن إرادة الجلسة تلقي مسؤولية ذلك الخطأ على الحضور بأنهم كانوا يتكلمون فيما بينهم في الأماكن ولكني أرى أن مسؤولية ذلك تقع على المسؤول عن مكان الجلسة والمسؤول عن الصوت والمسؤولين عن تربية الناس عليهم جميعا أن يهتموا ويفكروا في هذا الأمر أما أنا فقد شعرت الخجل لرؤية ذلك وأرجو أن هؤلاء أيضا يشعرون بالخجل إذا كان الحضور يتكلمون هناك فالتقصير كان من قسم التربية والداعية المسؤول وغيره من الدعاة المسؤولين عما حدث لماذا لا يقومون بتربية الإخوة طوال العام ولماذا لا يغرسون فيهم آداب المجالس وقداستها لا ترم الآخرين بالخطأ فإن الأحمدية إذا ذكر فإنه يبدي ردة فعل إيجابية عادة أما هؤلاء فكانوا قد حضروا الجلسة وكان من المحال أن لا يتداركوا خطأهم فورا لو ذكروا به على كل حال هذا التقصير قد أدى إلى تقصيرات أخرى أرى أن مسؤول قسم إذا قام بواجبه بتواضع وجهد فإن القسم كله يتحسن ويعمل على ما يرام وإلا فإن المتطوعين في ذلك القسم لو أرادوا أن يعملوا على ما يرام فإيضا لا يستطيعون بسبب أخطاء مسؤوليهم لذا فإني لا أشتكي من المتطوعين بل إني أشكر كل شاب وكبير وكل سيدة منهم فإنهم قد بذلوا جهدهم من طرفهم ولكن يجب على المسؤولين أن يهتموا بإصلاح أنفسهم لقد قلت من قبل أيضا أن الإنضباط في صالة النساء كان أفضل نسبيا في هذه المرة مما يعني أن على قسم تربية الرجال أن يهتموا لتدارك الأمر إن الأمم التي تريد التقدم لا تنجح إلا إذا نظرت إلى أخطائها وتداركتها لا تعيقوا سبل تقدمكم بقولكم كل شيء على ما يرام وليس في معرفة الخطأ واعترافه ما يدعو إلى الخجل نسأل الله تعالى أن يوفق مسؤولي الأقسام نسأل الله تعالى أن يوفق مسؤولي الأقسام كلها لإصلاح أنفسهم على كل حال فبالرغم من كل هذه الثغرات والتقصيرات فإن الله تعالى قد من علينا منة عظيمة إذ سترنا وتمت الجلسة على أحسن ما يرام عموما وذلك في رأي الضيوف الذين حضروها هنا إذا كانت الجلسة ناجحة كما قلت فإنما سببه أن الله تعالى قد سترنا كثيرا لقد عبر هؤلاء الضيوف عن انطباعاتهم غير العادية وكما أن المشاهدين الذين شهدوا فعاليات الجلسة في شتى أنحاء العالم التي بثت عبر قناتنا MTA فإنهم أيضا قد أشادوا بها عموما سوف أقرأ على مسامعكم الآن انطباعات بعض هؤلاء الضيوف لقد عبروا عموما عن تعليقات وأفكار طيبة جدا لذا يجب على جماعتنا بألمانيا أن تشكر الله على أنه قد وفقنا لتقديم تعليم الإسلام الحقيقية للناس بواسطة هذه الجلسة قالت سيدة مسيحية جاءت من بلغاريا اسمها الدكتورة فيرونيكا ستولي لو وهي محامية ومحاضرة في إحدى الجامعات كانت تنظيم الجلسة رائعة لم أرى في أي وجه قلق ولا غضب كل الناس كانوا مخلصين ومستعدين للخدمة كل حين كل إنسان كان شاكرا على حاله لا شك أن هذه المناسبة قد شحنتني روحانيا الكل في كل الأقسام رجالا ونساء وصغارا كانوا منظمين لقد تعلمت في هذه الأيام أمورا كثيرة ممتعة عن الجماعة الأحمدية مثل التسامح وقبول للآخر رغم اختلاف الرأي لقد عجبني جدا أن السيدات قد شيدنا مسجد برلين بحليهن وأموالهن وقل ما يأتي أحد بمثل ذلك ثم تحدثت هذه الضيفة عن خطابات وقالت قد أعجبتني كثيرا ما فيها من روحانية وإنسانية وأفكار السلام إني أؤمن بأننا أناس أولا ثم إننا مواطن بلد ثم أهل دين ينبغي لنا أن نبحث عن الأمور المشتركة فيما بيننا وليس عن الإختلافات التي تفرقنا وقالت سيدة مسيحية من بلغاريا اسمها نتاليا لقد حضرت هذه الجلسة لأول مرة إن هذه الجلسة ستظل محفورة في ذاكرتي لأول مرة رأيت آلاف المسلمين بيقومون بالعبادة معا كان هذا مشهدا جميلا جدا إنني مسيحية وقد حضرت مثل هذه الجلسة لأول مرة كان الجميع يعاملوننا بأدب واحترام ولباقة مما أشعرني بمسرة عجيبة لقد أعجبني الجزء النهائي للجلسة حيث وجدت في خطاب الخليفة دروسا كثيرة إن أكبر ما أعجبني هو أن الجميع كانوا يقابلوننا بأدب جم وكأننا من خواص الناس جدا كان المتطوعون يسعون الجاهدين لكي لا يتعرض أي ضيف لأي عناء لقد وجدنا بعض المشكلة بشأن ترجمة الخطب في اليوم الأول لقد اشتكت هذه السيدة بكلمات لينة جدا والحق أنها تشكو أنها لم تستطع الاستماع لخطبة الجمعة وإن كانوا قد تداركوا هذا الخطأ فيما بعد ثم هناك ضيفة من مقدونيا وهي مسيحية وصحفية اسمها ليوبانكا آية ويسكا قالت كان تنظيم الجلسة بمستوى عالي جدا إنه لشرف خاص لي بأني صرت جزءا من هذا البرنامج الكبير والمنظم جدا والذي شارك فيه الناس من شتى الأديان والشعوب هذا الحدث تصديق للهتاف القائل إن المحبة وحدها يمكن أن تجعل العالم مكانا أفضل وقال صحفي مسلم من مقدونيا اسمه سيناور أسيموف لقد أعجبتني خطب الخليفة حول مواضيع مختلفة وكصحفي من مقدونيا أقول لقد وجدت في الجلسة الفرصة للحديث مع كثير من المسلمين الأحمديين وكلهم قد تكلموا معي دائما ببشاشة وابتسامة لقد تأثرت جدا بما رأيت في الجلسة من نظافة وتنظيم لقد رأيت في أيام الجلسة شعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد مطبقا في الواقع والحق أن السلام إنما يرسى بهذا الشعار نفسه وقالت سيدة من سلوفاكيا وهي مدرسة واسمها مارتينا إنني أشكرك لأني حضرت هذه الجلسة لأول مرة لقد رأيت هنا من كرم الضيافة ما لا يوجد له مثال في العالم أجمع الجميع كان يلقانا بخلق حسن وبوجه طلق إن هذه الجلسة كلها قد أثرت في قلبي تأثيرا عميقا لا سيما لم أتمالك نفسي وعواطفي عند البيعة وأداء الصلوات ظللت أبكي خلال البيعة كلها لن أنسى طوال الحياة تلك اللحظات التي بايع فيها الأحمديون كلهم على يد الخليفة متحدين كأنهم نفس واحدة كما لن أنسى لقائي بخليفة الأحمديين لا يزال في قلبي تأثير هذا اللقاء رغم مرور يوم عليه إني أحب أن ألتقي بالخليفة مرة أخرى أيضا وأرغب في أن أجد منه معلومات عن الإسلام هذه السيدة ليست مسلمة ولكنها تأثرت من الجلسة لهذه الدرجة وقال ضيف قادم من سلوفاكيا اسمه أندريسكا وهو رجل أعمال قبل حضور هذه الجلسة السنوية لم أكن أعلم شيئا عن الإسلام حتى إنني كنت أظن أن المسلمين يتخذون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها لهم نعوذ بالله وبحضور الجلسة عرفت ما هي تعاليم الإسلام وما هو الله تعالى وعرفت المكانة الحقيقية لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أن الإسلام دين مسالم إن وسائل الإعلام هنا خاصة تقدم انطباعا خطئا عن الإسلام ما أدهشني جدا أن الأحمديين يقومون بتجهيزات هذه الجلسة بأنفسهم إنهم يخدمون الضيوف بمنتهى الحماس والمحبة عند رؤية الخليفة سلت التمأنينة في قلبي وتأثرت روحي بتأثير إيجابي جدا إني مؤمن إيمانا راصخا أن الله تعالى نفسه قد جعلني أحضر هذه الجلسة وهناك ضيف من سلوفاكيا يدعى جودر ماردن علما أن وفودا كبيرة قد حضرت من مختلف البلدان وقال هذا الضيف لقد حضرت هذه الجلسة أول مرة لقد سرتني جدا أخلاق الأحمديين وكرموا ضيافتهم لقد تعلمت أمورا كثيرا في الجلسة إن المسلمين والأحمديين خاصة مسالمون ويعملون بتعاليمهم لقد أعجبتني المعارض التي أقامتها الجماعة وقد تعلمت منها الكثير عن الإسلام وعن تعاليمه الجميلة لقد رأيت أن كل أحمدي يحب خليفة الأحمديين حبا جمى وهو أيضا يحبهم جدا مثل هذا التأخي والحب قل ما يشاهد في العالم وقال هذا الضيف عن خرائط سربيا والبوسنة الموجودة في المعرض أرى أن السرب يشتكون من خريطة بلادهم حيث لم تكن صحيحة أقول يجب على المسؤولين عن المعرض أن ينظروا في الأمر لتدارك الخطأ وهناك ضيف من ألبانيا اسمه البروفيسور الدكتور جيب شكورتي وهو يعمل في كلية العلوم الطبيعية في جامعة ترانا وحضر الجلسة مع زوجته وهو مسلم وقال إن الجلسة عظيمة جدا إني أصوم منذ عشر سنوات وأعمل بمعظم أحكام الإسلام الأخرى وإن لم أكن أعمل بكلها لقد رأيت في الجلسة الإسلام إن الفرق الواضح البين بينكم وبين المسلمين الآخرين هو الخلافة ولذلك أنتم متحدون وقالت سيدة أخرى من ألبانيا اسمها الميرا وهي ممرضة لقد حضرت الجلسة من قبل أيضا وقد حضرتها ثانية لما يوجد فيها من حرقة روحانية حتى غيرنا عندما يحضر هذه الجلسة مرة يعتاد على حضورها مرة بعد أخرى لقد صليت هنا أول مرة كنت مع صديقة لي فلما رأيتها تصلي بدأت أنا أيضا أصلي ناظرة إلى صلاتها لقد تحركت كل ذرة من روحي وكنت أدعو في السجود باكية وشعرت أن كل أنواع الكراهية فيي تذوب إني أدعو الله تعالى أن يثبتني على الإيمان به ثم إن هذه السيدة تحدثت عن لقائها بي وقالت سوف أذكر هذا اللقاء دائما فما دام الأغيار أيضا يتأثرون بجو الجلسة فكيف يمكن أن لا يتأثر منه الأحمديون فإذا كان المسؤولين في الجماعة يشتكون من أبناء الجماعة فعليهم أن يتبعوا طرق إصلاحهم يجب على المسؤولين أن يصلحوا أنفسهم ثم يتوجه إلى نصح الآخرين وهناك سيدة من ألبانيا اسمها دريتي شكرتي وهي تعلم في مدرسة ثانوية قالت كانت تنظيم الجلسة بمستوى عال جدا إنني أعلم في المدرسة وأعلم جيدا كم يكون الأولاد شرسين ولكن الأولاد هنا كانوا مهذبين ومؤدبين جدا وكان كل واحد منهم منهمكا في أداء الخدمة المنوطة به وهذا يعني أن الأطفال والصغار أيضا قد فتحوا أبواب الدعوة والتبليغ بتقديم قدوتهم الحسنة ثم تقول هذه السيدة هذا الأمر سبب لي حيرة شديدة إن فضول التجسس أخذني في أثناء الجلسة إلى صالة الطعام العام وكان قبل السوق فرأيت هناك آلاف الرجال يتناولون الطعام ولم أرى هناك أي خصومة وتنازع على الطعام أو الشراب وكان يخيل إلي أنها خلية العسل التي لا تعرف إلا العمل بنهماك كان الناس جاهزين للقيام بأي عمل وكانت أخلاقهم عالية بحيث إذا حصل هناك أدنى تدافع من أحد لم يلبث أن قال آسف جدا ومن ألبانيا جاء ضيف وهو السيد جعفر كوتشي وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد وقد بايع بعد أربع سنوات من البحث يقول أن الجلسة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لي وقد منحتني الكثير من الطاقة الإيجابية لم أستطع التحكم في دموعي أثناء الصلوات مع الخليفة في قاعة الجلسة وبالتالي كانت مراسم البيعة أيضا مثيرة للعواطف جدا وكنت دائما أشعر بالأمان عند الجلوس مع الخليفة وأدركت أنه الخليفة هو حبيبي ومطاعي بالإضافة إلى هذا هناك شيء واحد لم يعجبني يتعلق بالناس ويجب على الناس أيضا أن ينتبهوا لذلك وهو أنه في كثير من الأحيان يقوم بعض الأشخاص يقادر قبل نهاية الخطاب في الجلسة يجب أن نحرص على أن لا نترك أثرا سلبيا على المبايعين الجدد يقول السيد حارث أستاذ التاريخ الذي جاء من البوسنة قبل مجيئي إلى الاجتماع كنت علمت أن آلاف الأشخاص سيحضرونها وأن الخليفة سيلقي خطابا فيها لقد كنت خائفا بعض الشيء وكانت لدي بعض المخاوف أيضا لقد كنت متشككا من كل شيء إذ لم أكن أعرف بالتفصيل عن هذا التجمع الأحمدي الواسع وعن شعائرهم الدينية وكنت متعلقا بالأمور الأساسية ثم يقول ولكن الحق أنني قبل هذا لم أجد فرصة لقضاء بعض الوقت بين الناس الطيبين أمثالهم ماذا حدث؟ كنت منشغلا بالأفكار ولكن عندما وصلت هناك شعرت أنني لم أجد فرصة لقضاء الوقت مع مثل هؤلاء الأشخاص الطيبين من قبل كل شيء في الجلسة كان منظما ماذا كان تفكيره وماذا رأاه؟ يقول كان التخطيط جيدا وكان الجميع مشغولين بعملهم تنظيم رائع وجميل يقول بعد أول خطاب للخليفة زالت شبهاتي كنت أتابع الناس كيف يتكلمون وماذا يقولون وكيفية علاقة بعضهم ببعض استمر الفضول في متابعة الناس ظللت أسمع وأرى كل هذا وجدت نفسي آمنا في إخواني المسلمين شعرت أنه لم يسيء إلي أحد ولم ينظر إلي بحسد أو كغريب ولم ينتقدني أحد على أي شيء ومن بين كل هذه الأشياء الأهم والأعز علي هو لقاء الخليفة ما لم يسبق لي أن شهدته في حياتي فشعرت بالارتياح كأن الحجر قد تدحرج عن ظهري كنت قلقا ولكن الآن صرت بلا قلق سأعود مطمئنا وعمرا بالمعارف والأشخاص الطيبين الذين التقيت بهم جاءت من البوصنة امرأة السيد اندرا حيدر وهي سكرتيرة الصليب الأحمر تقول وهي تذكر لقاءها معي التقيت بالخليفة في فرانكفورت وكان اللقاء سرا جدا لأنه التحدث بشكل جيد وجدت فرصة الاستماع إلى الخليفة مباشرة الجماعة الأحمدية ومنظمة الإنسانية أولا تقومان بخدمة الخلق في بلدنا بغاية من الإخلاص على الرغم من المشاكل المختلفة وبعدما جئي هنا عقنت أن السبب وراء تحلي متطوعيهم بمثل هذه الروح من الخدمة المتفانية للبشرية هو الخلافة وهذا هو الواقع ثم تقول كيف جمعت الجماعة الأحمدية أشخاص مختلفين من مختلف أنحاء العالم في سلك الوحدة شعرت أن تجربة التوحيد البشرية جمعاء وجعل العالم مكانا أفضل جعلت فهمي عميقا هذه الفرصة لم تقويني لأعتز بكوني مسلما فحسب بل رغبتني أيضا في مشاركة الجهود لمواساة الإنسانية وفي تعزيز الحوار بين الأديان السيدة آمنة ضيفة من البوصنة وهي تقول كان تنظيم المتطوعين جيدا جدا بسبب مشكلة الترجمة في خيمة النساء لم نتمكن من متابعة بعض البرامج لأنه لم تكن هناك سهولة الترجمة في خيمة النساء وهي تؤكد أيضا ما كنت قلته في البداية لقد قامت قائدة مجموعتنا النسائية بترجمة خطاب الخليفة وأعجبني أن البرنامج يبدأ دائما بتلاوة القرآن الكريم وترجمته تقول إن نصيحة الخليفة هي أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا أكثر وإن يلبسوا علمهم لباس العمل هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تغيير الوضع الحالي للأمة وفي اليوم الثاني حدثت مشكلة في الترجمة فذهبت نساؤنا إلى خيمة الرجال ليسمعنا الترجمة وكان الخليفة في ذلك الوقت في خيمة النساء تقول كان الخطاب مفيدا جدا لأنه أعطى أمثلة للنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي أعجبتني كثيرا ثم تقول ثم تحدث في يوم الأحد أيضا عن المبادئ الإسلامية الأساسية وحماية حقوق الآخرين وقال يجب أن نكون أفضل في كل شيء هذا الشيء كان له تأثير كبير عليه وأخبر أنه إذا حققنا العدالة فسوف نتقدم وسيكون هناك سلام في المجتمع ثم تقول أنا آخذ معي كل الأشياء وهي منارة بالنسبة لي السيدة ليا من جورجيا تقول إنني أقوم حاليا بتحضير درجة الماجستير في اللاهوت والدراسات الدينية في هولندا ولكنها من جورجيا وتقول وجدت فرصة حضور الجلسة لأول مرة رأيت كيف يقدم كل صغير وكبير خدماته بحماس خاص كان من الصعب السيطرة على العواطف بعد رؤية البيعة العالمية وهذه البيعة في اليوم الأخير من الجلسة كانت عبارة عن أخذ وعد من الجميع بأننا سنحسن حياتنا وفقا لتعليم الإسلام في المستقبل لقد تعلمت هذه الدرسة من البيعة تقول لقد انطبع في ذهني أمر مهم وهو أن خليفة الجماعة الأحمدية وضع أمامنا مفهوم الجهاد بالقلم وهو ما أؤكده مئة بالمئة وأعجبني كثيرا أن الإسلام ينصح المرأة أيضا بنشر تعاليم الإسلام وأعتقد حقا أن الدنيا في المستقبل ستفكر في الإسلام ومن خلاله سيعرف الناس ربهم وكان السيد فيسل وهو عالم سني قد جاء من جورجيا يقول إنني أعيش في جورجيا وفي سن الخامسة عشر تركت المسيحية واعتنقت الإسلام وبعد ذلك أمضيت في المدينة نحو خمسة عشر عاما وتعلمت علوم الإسلام واللغة العربية في المدينة وخلال دراستي سمعت أشياء سلبية عن جماعتكم أن الأحمدية يكفروننا وأن اعتقادهم مختلف تماما قال إنني التقيت في جورجيا بمبشر جماعتكم وتعرفت أيضا على الجماعة الأحمدية لقد وزعتم لحوم الأضاحي في قرى مختلفة وتواصلتم معنا وساعدناكم ثم يقول بل مكتوب عنه أنه قبل مجيئه إلى الجلسة اطلع على فتاوى جامعة الأزهر في شأن الجماعة لكي يعرف عن الأحمديين قبل الذهاب إليهم يقول إنني قرأت أفكار الأمة الإسلامية كلها عن الجماعة وبعد الإطلاع على جميع الفتاوى قررت رؤية الجماعة الأحمدية عن قرب يقول الناس أنهم كفار وسوف أرى ما هم علي ثم جاء إلى الجلسة وراء الجماعة عن كثب وقال إن الجماعة الأحمدية هي بالتأكيد جزء من الإسلام ويقول أيضا إنني استمعت بعناية لخطب الخليفة وتوصلت إلى نتيجة أن وصفكم بالكفار خطأ تماما إنكم طائفة إسلامية كسائر الطوائف يقول إنني أحترم الخليفة كثيرا كان في ذهني عدة أسئلة وهي انحلت في جلسات مختلفة خلال أيام الجلسة الثلاثة وجدت فرصة التحدث بالتفصيل عن جماعتكم ومؤسسكم سأعود إلى جورجيا وأبدأ بدراسة الكتب المختلفة لجماعتكم وأنا سعيد بلقائكم ثم هناك ضيف جاء من كوسفو وهو المدير الرسمي للتعليم في بلدية إيكان يقول في أيام الجلسة كنت أتعلم أشياء من خلال الاستماع إلى المحاضرات وهي ستظل مطبوعة في ذاكرة دائما وإنني أتطلع إلى أخبار أصدقائي وزملائي في كوسفو بشأن هذه الجلسة وعلى وجه الخصوص سأتبع التعليم التي بيّنها الخليفة إضافة إلى ذلك فإن الضيافة غير العادية والمحبة التي عشتها أنا وعاشها زملائي ستبقى في قلوبنا إلى الأبد أسعدكم الله جميعا بالكثير من السعادة ثم هناك ضيف من كوسفو السيد أنجي شاري هو رئيس مجلس عمدة جامعة لجان يقول إنها كانت تجربة غير عادية ومؤثرة حقا بالنسبة لي لقد استمعت إلى خطابات الخليفة والخطابات الأخرى واكتسبت ثروة من المعلومات المثيرة للاهتمام والمؤثرة التي ستبقى معي إلى الأبد يقول أريد أن أؤكد أن هذه التجربة تركت انطباعا عميقا عندي يقول الجلسة بالنسبة لي هي حديقة في عالم المعرفة تعزز التعاون والأخوة وفي الوقت نفسه كانت فرصة لعرض العمل المثالي والجهود المتواصلة لجماعتكم وكيف تخطط الجماعة الأحمدية وتتخذ خطوات لصالح المجتمع يقول السيد محمد عمدة أريزان بكوسوفو لقد ترك هذا الاجتماع الاستثنائي انطباعا عميقا في نفسي وتأثرت بشدة بروح الوحدة والسلام والأخوة التي سادت كل جانب من جوانب الاجتماع وكانت الكلمات التي ألقيت خلال الحفل جيدة جدا وخاصة أن خطاب الخليفة كان مذهلا مما زادني إيمانا والآن فهمت الإسلام بمعناه الحقيقي يجب أن أقدر أيضا ضيافة الإدارة وكان الجميع مضيفين للغاية يقول السيد أرزو كريم الذي جاء من تاجيكستان هذا الشخص يتقن اللغة العربية واللغة التاجيكية وهو خريج جامعة الأزهر وقد قام بترجمة العديد من الكتب العربية إلى اللغة التاجيكية وهو أيضا مؤلف العديد من الكتب التاجيكية قال إنني استمعت إلى الجلسة بعناية شديدة ورأيت الناس وسأذكر صفات الجماعة الأحمدية التي تختفي الآن في الأحزاب الدينية الأخرى وهي أخلاق الأحمديين الرفيعة لذا ينبغي على كل أحمدي أن يتحلى بأخلاق عالية جدا لقد بحثت في العديد من المذاهب الإسلامية وإذا كانت جميع الطوائف الأخرى تتبع حاليا واحدا في المائة من الإسلام فإن هذه الجماعة تتبع تسعة وتسعين في المائة من تعاليم الإسلام إن المطبوعات بلغات مختلفة في كشك الكتب هي دليل على جهودكم التبلغية ثم يقول سأبقى على تواصل معكم وأريد معرفة المزيد عن الجماعة لا أخاف أحدا إلا الله وكان لقاء الخليفة أيضا جميلا جدا سأتفق مع الخليفة في قوله بأن الضعف الحقيقي فينا نحن ولكن ظل نلعن الحكومة طول الوقت يقول عندي لقاء مرة أخرى وأتمنى أن يكون هناك لقاء مرة أخرى وأستفيد منه وقال شخص طاجيكي غير أحمدي ضمن وفد طاجيكستان ناقشنا بالتفصيل المشاكل السياسية والقيود الدينية لطاجيكستان في اللقاء مع الخليفة أعجبني أن الخليفة يهتم كثيرا بالإنسانية جمعاء يقول قبل مجيئي تلقيت أخبار سلبية عن الجماعة الأحمدية لكنني وجدت فرصة لتعلم درس الأخوة والإنسانية من جماعتكم كتب الداعية في طاجيكستان أن الوفد الطاجيكي كان يضم شخصا ذو طبيعة معطردة للغاية وفي اليوم الأول والثاني من الجلسة استمر في الاعتراض ومن دون أن يسمع الجواب للاعتراض الأول كان يثير اعتراضا آخر حتى قال له أصدقائه بأن علينا أن نرى أولا ولا نعترض عبثا باختصار في اليوم الثاني من الجلسة اجتمعت الوفود معي وهو أيضا كان ضمنهم كان يرتدي كمامة فقلت له إنزاعها وأظهر وجهك تحدثت معه بالتفصيل كتب الداعية لقد عبر هذا الشخص بعد اللقاء عن سعادة بالغة للقائه معي واستمر في الدعاء لي منذ ذلك الحين ولكن الغريب أنه لم يثر أي اعتراض بعد ذلك وبفضل الله تعالى قد اختفت جميع الاعتراضات من قلبه وكذلك هناك تعليقات بعض الأصدقاء العرب الذين انضموا إلى الجلسة السنوية كان هناك ضيف من سوريا السيد محمد علي يقول إنني تعرفت على الأحمدية عن طريقي صديق لي وهو أحضرني إلى الجلسة وكنت أنوي قضاء نهار والعودة إلى المنزل في المساء لأن المكان لم يكن مريحا هنا ولكن عندما رأيت البيئة والتنظيم كان الجميع يبتسم وكان هناك جو جيدا جدا يبدو أنهم يعرفون بعضهم البعض يقول لم أرى مثل هذه البيئة في حياتي فغيت رأيي وقررت أنني سأبقى هنا حتى لو اضطررت للنوم على الأرض في مكان الجلسة لا يهمني توجد فرشات على الأرض قال في اليوم الثاني من الجلسة ثبت في قلبي صدق الأحمدية وقررت أن أبايع ووفقني الله تعالى لذلك ويقول إنني تأثرت كثيرا بالتزام الأحمديين بالنظام وحرصهم على الانضباط وعدم الفوضى الجميع يعرفون واجباتهم سواء كانوا مضيفين أو ضيوف كتب السيد عبد الرحمن إسماعيل لقد حضرت الجلسة السنوية لأول مرة لا توجد جماعة في العالم تفعل مثل هذا الشيء جاء الحضور من جميع أنحاء العالم لكنهم لم يرى أي قتال وشجار بل تراءت أمثلة رائعة في التحبب والتآخي يقول إن العدد كان أكثر مما كان متوقعا واستطعت الاستفادة كثيرا عبد الله عزة العقيل من مصر يدرس حاليا درجة الماجستير في فيزيائي في فرنسا يقول في الفيزيائي ينظر إلى كل شيء بنظرة الشك لذلك أصبح الشك في كل شيء جزءا من طبيعتي كنت بايعت منذ زمن طويل وكنت على صلة بالجماعة والخلافة ولكن ظهرت الشكوك تدريجيا حول الجماعة وقضايا أخرى وبدأت أبتعد عن الجماعة يقول لقد أتيت لأحضر الجلسة السنوية في ألمانيا هذا العام فكان هناك بعض التأخير في التسجيل وكانت هناك شكاوى أن التسجيل لا يتم في الوقت المحدد وكان الناس يواجهون صعوبة كبيرة ولكن هذا التأخير صار مفيدا لي وذلك لأنني عندما وصلت كانت الخطبة قد بدأت وعندما دخلت قاعة الجلسة كانت كلمات الخطبة التي وقعت في أذني هي أنه إذا بدأ الناس يسيئون الظن بكل شيء فربما يصعب قضاء لحظة واحدة في العالم كنت أقرأ هذا المقتبس من كلام المسيح المعود عليه السلام ولم يستطع المرء حتى شرب الماء ظنا أنه ربما يكون مسموما ولم يستطع أكل أشياء من السوق ظنا أنه قد يكون فيها شيء مهلك كيف يمكن أن يعيش هكذا؟ يقول عندما سمعت هذه الكلمات اهتز كياني من الداخل وبدأ أن مجيئي إلى مكان الجلسة في هذا الوقت كان قدرا إلهية لأن الجملة الأولى كانت علاجا لمرضي وكأنها موجهة إلي ويقول إن هذا لا يمكن أن يكون صدفة فقد كان له أثر عميق في قلبي وبفضل الله تعالى اختفت الشكوك وسوء الظن فأحمد الله على أنه نجاني من الشكوك وسوء الظن ببركة الاشتراك في الجلسة السنوية وقد حكى لهذه القصة بنفسه كذلك اشترك في الجلسة أكبر إمام في مدينة دوالا في الكاميرون كما هو رئيس نقابة العلماء في منطقتين وهو ليس أحمديا فقال لم تنسح لي الفرصة للاشتراك لأول مرة في حفل حاشد كهذا وما أثار استغرابي أنني لقيت في الجلسة أناسا من ألوان مختلفة وبسعادة متزايدة والتقى بعضهم ببعض بالحب والود كأفراد عائلة واحدة ولم أرى أي خصم على مدى ثلاثة أيام وقد زاد علمي نتيجة زيارة المعارضة وتأثرت جدا بخدمات تقوم بها الجماعة إن خطب إمام الجماعة كانت زاخرة بالحكمة وتعكس تعاليم الإسلام على أحسن وجه وترك الخطاب في خيمة النساء تأثيرا إيجابيا كبيرا في نفسي ولو قضينا حياتنا بحسب كل هذه التعاليم الذهبية لصارت جنة ثم أضاف وقال إن خطاب إمام الجماعة للضيوف غير الأحمديين مليئا بالتعاليم الإسلامية وقد قدم إمام الجماعة تعليما يمكن بناء عليه لكل مسلم أن يعتز بدينه يجب علينا أن نقدم هذا التعليم أمام العالم كله بصورة عملية وقد أقام الله تعالى خليفة الجماعة في هذا العصر لتقديم تحليم الإسلام الأعلى أمام العالم كذلك زدت علما من المحاضرات الأخرى أيضا التي ألقاها العلماء الآخرون الأستاذ المتقاعد دانيال من جمهورية التشك اشترك في الجلسة أول مرة فقال هذه كانت أول تجربة لي للاشتراك في الجلسة السنوية وقد أثرت في شخصي أشياء كثيرة منها أنني رأيت في أوقات الصلوات أن أفراد الجماعة يصلون مع خليفة الوقت بأسلوب كأنهم يتنفسون من أنفاس خليفة الوقت وكأنهم صاروا وجودا واحدا لقد رأيت في الدنيا أقواما مختلفة ومذاهب مختلفة وأناسا مختلفين ولم ألاحظ الوحدة من هذا النوع إلا اليوم وقد صررت بمشاهدتها كثيرا وقد سنحت لي الفرصة لزيارة معارض كبيرة أيضا في العالم ولاحظت ترتيبات الحراسة فيها كما وجدت معاملة الحرس قاسيا دائما أما في هذه الجلسة فقد رأيت على وجه كل عامل بدءا من الحرس الابتسامة والليونة التي تركتا تأثيرا إيجابيا دون شك على أجواء الجلسة فكانت الأجواء آمنة تماما إن المشف حشت كبير بخير أي عرقلة محير للعقول حتما أقول بعض الأحمديين شكوا من معاملة الحرس ولكن نشكر الله على أن غير الأحمديين أشادوا بمعاملتهم بوجه عام وقد يكون واحد أو اثنين منهم الذين تعاملوا بقسوة ولكنهم أي الحرس عملوا الناس بالحسن بوجه عام ثم قال الضيف في ذكر لقائه معي كان هذا اللقاء جزءا ذهبيا من حياتي وقد استفدتم من كلامه كثيرا كان هناك ضيف آخر وهو شاب جاء من جمهورية التشيك لقد رأيت الله تعالى بواسطة الأحمديين في هذه الجزة يحاول كثير من الناس أن يطلعون على الله ولكنني رأيت الله في جماعتكم أثناء الجلسة من خلال أخلاق الناس الفاضلة فهذا أيضا أسلوب من تبليغ الدعوة بصمت هناك أستاذة تدرس مادة اللغة العربية في جامعة في لتوانيا اسمها الأستاذة غينتاري سيري كايته وقد ترجمت كتابة فلسفة تعاليم الإسلام تطوعا إلى اللغة اللتوانية فتقول إن الجماعة الإسلامية الأحمدية تحتل مرتبة فريدة في العالم الإسلامي كما تبقى الجماعة الأحمدية على تواصل مع أناس غير الأحمديين وغير المسلمين لا تفعله جماعة أخرى إنني بصفتي باحثة كثيرة الاهتمام بالثقافة الإسلامية والروايات الإسلامية ولكن في لتوانيا يصعب التواصل والارتباط كثيرا بأي جماعة إسلامية سوى الجماعة الإسلامية الأحمدية وقد هيأت لي الجلسة السنوية هذه الفرصة الجميلة لأفحص الجماعة من كل النواحي والجوانب الجماعة الأحمدية تعمل حقا بشعارها الحب للجميع ولا كراهية لأحد ولم أشعر بالغربة هنا قط بين 47 ألف شخص يقول كاتب صحفي اسمه جروني ماس من لتوانيا إنني قلق بشدة من الاتراب والفقر المدقع المنتشر في العالم وأفكر دائما ماذا يمكن للإنسان العادي فعله في هذه الظروف ولكن لما طرحت السؤال نفسه على الخليفة وجدت جوابا مقنعا تماما وهو أن الهدف من الإنسان كما ذكر في القرآن الكريم هو أن يعبد الله تعالى يجب على الناس أن يضعوا في البال أن هناك حياة بعد الممات أيضا وإن لم ينتبه الناس إليها لبقي الفساد سائدا في العالم دائما لقد كان من دواعي سرور أن الخليفة منتبه إلى هذه القضية سلفا ويخبر الناس في خطبه وخطاباته عن حلول المشاكل السائدة في العالم وقد جاء من كرغستان السيد كاجيو وقال لقد تعلمت في أثناء الجلسة كثيرا عن ديني وعن الجماعة الإسلامية الأحمدية وتلقيت ردودا على كثير من أسئلتي لقد اشتركت في الجلسة لأول مرة في حياتي وقد خرجت من بلدي لأول مرة وما كنت أتخيل أن الجلسة ستكون حاشدة إلى هذا الحد كل ما سمعته في الجلسة وجدته ممتعا كل شيء كان على أعلى مستوى يقول أحد الإخوة الأحمديين علي بيغ من قزخستان كان الاشتراك في الجلسة صعبا ولكن عندما بيعت شعرت بشعور جديد تماما وعندما التقيت مع الخليفة بلغت عواطفي ومشاعري منتهاها وتحقق هدفي من حضور الجلسة إن تأثير الجلسة في نفسي قوي لدرجة قالت زوجتي وأولادي بأنك تغيرت تماما وأنوي أن أشترك فيها في العام المقبل مع الزوجة والأولاد السيدة ياسمين سيدة تركية تمتهن مهنة التدريس وتسكن في ألمانيا اشتركت في الجلسة وقالت إن خطاب خليفة الوقت كان ردا على أسئلة كانت تخالج ذهني لقد أعجبت بأجواء الجلسة كثيرا إن سريان كل الأمور بهذا الهدوء والسكينة في اجتماع حاشد كهذا أعطاني سكينة قلبية باستمرار إن اجتماع هذا القدر من الناس لنيلي رضى الله تعالى فقط وانخراطهم في سلك الحب أمر غير عادي ومحير للعقول باختصار كل ما قيل هناك والأفكار التي طرحت كنت أبحث عنها مسبقا وقد وجدت كل شيء يحل في مكانه تماما كما تحل قطاع لعبة كذلك أبدى صحفي السيد ستانيس القادم من سربيا فقال مع كوني مسيحيا من طائفة الأرثوذكس ومع كون الكراهية الشديدة منتشر ضدكم في الإنترنت فقد تأثرت من جماعتكم كثيرا وحيرتني إدارتكم ونظامكم وإنني حزين جدا على أننا لا نستطيع نشر تعليم الأحمدية الحقيقي في العالم لقد لاحظنا في كل خطوة شعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد لم نرى شيئا منكرا في الإدارة ولا في 46 ألف فرد من أفرادكم كان الأمن سائدا في كل مكان كل واحد كان يحترم غيره كما هو تعليمكم تماما ويتعذر علي بيان ذلك بالكلمات هناك سيدة صحفية اسمها نايا جاءت من سربيا وقالت لقد تركت في نفسي إدارة الجلسة والمحاضرات والمشتركون كلهم انطباعات إيجابية جدا وما أثر في نفسي أكثر كان خطاب الخريفة في خيمة النساء وإنني أشكر الإدارة كلها شكرا كثيرا هناك سيدة أحمدية بوليندية الأصل قالت قبل ثلاث سنين رأيت في المنام أني في اللقاء وأريد أن أطرح عليكم بعض الأسئلة ولكن لم تتسنى لي الفرصة لذلك فقلقت كثيرا لأن سؤالي كان مهما جدا ولكن في هذا العام اشتركت في الجلسة هنا في ألمانيا ووجدت فرصة اللقاء وترح ذلك السؤال ووجدت ردا مقنعا عليه من قبل الخليفة وبذلك شعرت بسكينة غريبة وأنا ممتنة جدا وقال ضيف ألماني اسمه السيد غونتانا موا أنا أنظر إلى الإسلام بنظرة ناقدة ومع ذلك سمعت خطاب الخليفة بإصغاء لدرجة فحصت النصوص أيضا التي اقتبسها الخليفة في خطابه أقول إن بعض الناس يفحصون الأمور بدقة لدرجة فحص الراوي حتى الآيات القرآنية التي اقتبسها هل اقتبسها بصورة صحيحة أم لا ولكني مضطر للقول بأن استغربت من خطاب الخليفة أي ما استغرب إذ قد ركز على الأخوة والأمن إلى هذه الدرجة بما لا شك فيه إن الخليفة ألقى خطابا رائعا وإنني مضطر للقول بأنه لا يمكنكم أن تقدروا حيرتي لأن حضرته قدم صورة الإسلام كدين مسالم وآمن تلك الصورة التي لا تلاحظ هنا عادة الحق أن نظرية عن الإسلام تغيرت اليوم كثيرا لأن ما كنت أحسب الإسلام دين الأمن وما كنت مطلعا على تعاليمه المبنية على الأمن والسلام شاهدت اليوم قبل كل شيء خطاب الخليفة في خيمة النساء على التلفاز في خيمة الرجال ما كنت أعلم إلى ذلك الحين أنه هو الخليفة ولكني تأثرت بخطابه كثيرا وعندما جاء الخليفة على منصة الضيوف سررت كثيرا على أنني سأسمعه مباشرة يقول ضيف ألماني آخر اسمه السيد كيون لقد استغربت من خطاب الخليفة أي ما استغرب ولا أجد كلمات للبيان ولكني أريد أن يعمل الجميع بما قاله الخليفة وما قاله الخليفة عن الابتسامة مهم جدا وهذا ما ينقص في المجتمع الألماني بشدة ثم قال الراوي علينا أن نلتزم بالابتسامة دائما ولكنها تنقصنا الناس يتأثرون منها إنني أوافق تماما مع ما قاله الخليفة عن مكانة النساء وأرى أن كل ما قاله الخليفة صحيح تماما وقال ضيف ألماني آخر اسمه كريستينا كريستيان وهو ممثل لقناة كاثليكية إن خطاب الخليفة كان مؤثرا جدا وقد أوسع الخليفة نطاق خطابه بحسب ساعة المستمعين وأرى أن الخليفة وضح إلى جانب بيان المبادئ الأساسية أن الله تعالى هو الذي علمنا هذه المبادئ الأساسية ولم تؤسسها هيئة الأمم المتحدة أو غيرها ويجب على زعماء الأديان الأخرى أيضا أن يلقوا خطابات بهذا الوضوح إن خطاب الخليفة ليس مما يكفني سماعه بل يجب التأمل والتدبر فيه كثيرا لمعرفة المراد مما قاله لقد بحثت كثيرا عن تعليم الإسلام الحقيقي وإن نظريتي عن الإسلام حسنة جدا التعاليم التي بينها الخليفة عن النساء ممتعة جدا وأتمنى أن يتذكر الناس أن هذه الحقوق والمرتبة لم تؤسسها منظمة غير إسلامية أو هيئة الأمم المتحدة بل أسسها الله تعالى بواسطة الدين يقول ضيف ألماني آخر السيد يوليان في بيان مشاعره عني إنه إنسان منفتح جدا وشعرت في مجلسه أنه مواس للجميع وما قاله بناء على خبرته العميقة كانت عميقة جدا فعلا بما فيها أن على الإنسان أن يخدم بلدا يسكنه وإن توسيع نطاق الجوار إلى أربعين بيتا كان أمرا عظيما بالنسبة لي لأن ذلك يهيئ الإنسان للاهتمام بالآخرين بصورة حقيقية لقد أعطت المسيحية أيضا تعليما عن حقوق الجيران ولكنها لم تخبر من يدخل في دائرة الجوار لذا يعد صاحب الدار الملتسقة فقط جارا أما الإسلام فقد أعطى تعليما أفضل هذا ما قاله المسيحي قالت سيدة من جورجيا سمعت اليوم خطابين للخليفة وتأثرت كثيرا إذ وضح لي في خطابيه أن المراد من الاندماج الحقيقي هو أن يخدم الإنسان دينه وقومه والبشرية بوجه عام لقد أعجبت بأجواء الجلسة كثيرا لأنه قد اجتمع فيها أناس من كل قوم ونسل ومن كل نوع بحب ووحدة وبأمن وسلام وهذا لا يلاحظ في أي مكان آخر ومن الخطاب الموجه إلى النساء فهمت أول مرة ساعة مكانت المرأة وعظمتها في الإسلام وقد مضت مسلمات اشتركنا في الحروب وهذا الأمر غريبا جدا بالنسبة لي السيد مهمان علي بكر ناطق باسم الحزب السياسي للخضر في النمسا أو لعلها أستراليا فيقول كان خطاب الخليفة مؤثرا جدا وما قاله فيه لا يخص المسلمين فقط بل يخص جميع فئات المجتمع والقول بأنه يجب إقامة الأمن في العالم كله وليس في العالم الإسلامي فقط جذب انتباهي بشدة ثم هناك سيدة ألمانية اسمها ميما ماي وهي ليست مسلمة ومع ذلك كانت جالسة تضع وشاحا لإبداء الاحترام فقالت أنا مسيحية وشعرت في أثناء خطاب الخليفة أن الفرق بيننا قليل ويمكننا تعيش مع بعض بالأمن والسلام وقد ترك الخطاب في قلبي تأثيرا كبيرا لدرجة غرورقة عينايا بالدموع ويتبين مما بينه من التعاليم عن النساء أن الإسلام يعطي النساء حقوقا كما بينها الخليفة في خطابه وقد لاحظت بنفسي في أثناء الجلسة أن هذه التعاليم يعمل بها أيضا ولا يقتصر الأمر على التعليم فقط إن هذه الأمور كان تمس شغاف القلب مباشرة وقد رأيت الناس باكين أيضا بسماعها وفي أثناء الجلسة بايع تسعة وثلاثون فردا من سبعة بلاد مختلفة ممن تأثروا بأجواء الجلسة في هذه الأيام تقول السيدة أردش قادمة من سربيا إن الجلسة السنوية حفل عالمي يجمع أفراد الجماعة من كافة أنحاء العالم وإن أكثر ما أثر في نفسي تأثيرا روحانيا وعاطفيا هو عقد البيعة فمنذ اللحظة الأولى وضعنا أيدينا على أكتاف بعضنا لم أفهم ولا كلمة ولكن كل ما قيل أحسست بقشعريرة بجسمي وذهني وجعلها تسري في جسمي وذهني والتي قربتني من الله تعالى أكثر من ذي قبل وقد غرورقت عيناي بالدموع بسبب البيعة هذا وهناك شاب تركي يسكن في همبرغ يقول لقد لاحظت بعض حضور هذه الجلسة أن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد أشعل في قلوب الأحمديين نارا لا تخمد لفتح الإسلام قد بايع السيد جان مارت المحترم على يدي أيضا في آخر أيام الجلسة بعد أن بايع خطيا سلفا فهذه انطباعات بعض الناس لقد تمت تغطية الجلسة الألمانية على نطاق واسع بفضل الله فقد نشرت أربعة قنوات تلفزيونية ARD, RTL, RDOTV, VWR خبر الجلسة ويقول المسؤول إن خبر الجماعة والجلسة بلغ بواسطتها واحدا وأربعين مليون إنسان كما نشرت إحدى عشرة جريدة ألمانية شتى الأخبار والمقالات عن الجلسة وبذلك أيضا بلغت رسالة الجماعة وخبر الجلسة إلى أكثر من خمسين مليون شخص كما أذاعت خمسة محطات إذاعية خبر الجلسة وبذلك أيضا وصلت رسالة الجماعة إلى أربعة عشر مليون شخص وبواسطة التغطية أونلاين بلغت الرسالة إلى مليون إنسان وبحسب الإحصائيات الإجمالية يعتقد المسؤول عن ذلك أن خبر الجلسة وصل إلى أكثر من مائة وثمانية ملايين شخص نسأل الله تعالى أن يظهر لنا نتائج جيدة في المستقبل أيضا كانت هناك انطباعات كثيرة للضيوف واخترت بعضا منها ومن منة الله أنه يسترنا ونشكره على ذلك وكذلك قد عقدت برامج لافتتاح بعض المساجد وفي تلك المناسبات أيضا أعرب الناس عن انطباعات إيجابية بعضهم قالوا إننا لم نكن نعرف ما هي الأحمدية وما هو تعليم الإسلام وأنه كيف وجه الإسلام إلى أداء حقوق الله وحقوق العباد فقد قال الضيوف في شتى المناسبات أن رأيهم قد تغير عن الإسلام بعض الاطلاع على تعليمه وقد اشتكى بعضهم أن معارفهم من الأحمديين لم يطلعوهم قط على التعليم الجميل للإسلام ومن هذا المنطلق أيضا ثمت حاجة لإعداد برنامج مؤثر لتبليغ الدعوة على كل أحمديين أن يعرف الناس بالإسلام وسيدنا المسيح الموعود عليه السلام دون أي شعور بالدونية فقد حضر الجلسة شاب إيراني مع صديقه الأحمدي وهنا تكلم معه أحمدي آخر فقال له الشاب أنا مضطرب البال جدا بعد الوصول إلى هنا فلما سأله الأحمدي عن سبب الإبتراب قال اليوم عرفت أنكم تؤمنون بأن مرز غلام أحمد القادياني عليه السلام نبي فلما شرح له بالتفصيل من أي نوع نبوته وأننا نؤمن بأنه نبي تابع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد جاء بحسب بشارته صلى الله عليه وسلم لنشر دينه وأنه هو عيسى الذي كان سيأتي قال كل هذا صواب وأنا أقبل نظريتكم عن المهدي والمسيحي ويقبلها العقل لكن صديقي لماذا لم يقل لي عن ذلك فهو صديقي من سنين ولم يخبرني عن ذلك على كل حال يجب أن ننشر الدعوة في أصدقائنا ومعارفنا دون الشعور بالدونية وثمت حاجة لنشر الدعوة بأسلوب مؤثر فمهمة قسم التبليغ لا تنحصر في توزيع النشرات أو إلقائها في صناديق البريد فهذا لا يحقق الهدف فقد تكلمنا عن السلام والأن ثمة حاجة لننتقل إلى مرحلة ثانية وهي كيف يتحقق السلام ألا إنما سيتحقق بالإيمان بالمسيح الموعود والإمام المهدي فليقبلوه يجب أن نستغل كل فرصة للتبليغ لقد لاحظت أن طبقة من الناس هنا ما زال يرغبون في الاستماع إلى أمور الدين لذا يجب أن نرتب برامج ندعو فيها الناس لنتكلم معهم عن هذه الأمور باختصار ثمت حاجة لنفحص أنفسنا في كل مكان وحيثما ظهرت ثغرات في ترتيبات الجلسة أو في أي قسم مستقل آخر يجب التفكر فيه بوجه خاص ولا يكفي النظر إلى ترتيبات الجلسة فحسب بل يجب أن يستعرض كل قسم أعماله قسم التبليغ هنا يعمل بفضل الله جيدا لكن ما زال هناك فصحة من التحسين حيث يجب أن نبحث دوما عن الأفضل فالأفضل أنجز أعمالكم بعد التخطيط الجيد مستعينين بالله داعين إياه بعض الضيوف رفعوا شكاوى أيضا وعليكم أن تزيلوا هذه الشكاوى في المستقبل إن شاء الله وكما قلت سابقا علينا المسؤولين والحاضرين أن نستنزف الجهود لتحقيق أهداف الجلسة فقد ذكر أحد الضيوف كما قلت لكم سابقا إن الحاضرين كانوا ينصرفون من الخيمة أثناء الخطابات وهذا لم يعجبه يجب أن ينظر قسم التربية إلى هذا الأمر بوجه خاص فثم تحاجة لبذل الجهود في هذا الجانب بأسلوب أفضل رحمنا الله ووفق الجميع للعمل بأسلوب أفضل لتحقيق أهداف الجلسة مستقبلا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن محمد نبدو ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي يعيذكم لألكم تذكروا وذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم والذكر الله قرب